موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الثامن أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الرياضيات حلقتنا اليوم مميزة وهي مراجعة لاختبار الفترة الثانية سوف نستعرض معكم بعض التطبيقات على ذلك تابعونا بعد الفاصل موسيقى أهلا بكم من جديد أعزائي الطلاب سوف نستعرض معكم الآن نموذج لاختبار الفترة الثانية أولا الأسئلة المقالية السؤال الأول إذا كانت سين تساوي المجموعة ألف حيث ألف تنتمي إلى طه وألف أكبر من ويساوي الواحد وأصغر من الستة صاد تساوي مجموعة عوامل عدد اثناش أوجد كل مما يلي بطريقة ذكر العناصر أولا سين تساوي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة صاد هي مجموعة عوامل عدد اثناش تذكر أزيز الطالب عوامل العدد اثناش ما هي الأعداد التي حاصل ضربهما يعطيني العدد اثناش إذن صاد تساوي واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة اثناش نوجد سين تقاطع صاد ما معنى تقاطع؟ تقاطع أي العناصر المشتركة ما بين المجموعة سين والمجموعة صاد إذن العناصر هي واحد اثنين ثلاثة أربعة أوجد سين اتحاد صاد ما معنى اتحاد أي جميع عناصر سين وعناصر صاد دون تكرار للعناصر إذن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واثناش مثل كل من سين وصاد بمخطط ذن إذن نرسم مجموعة سين ومجموعة صاد الجزء المشترك ما بين سين وصاد يمثل منطقة التقاطع وهي عناصر واحد اثنين ثلاثة أربعة ماذا تبقى لديه من مجموعة سين؟ خمسة وماذا تبقى لديه من مجموعة صاد؟ ستة واثناش ثانيا ألف باء جيم مثلث قائم الزاوية في باء حسب البيانات المعطاة على الشكل أوجد ألف جيم تذكر عزيزي الطالب نوع المثلث الذي أمامي مثلث قائم الزاوية إذن نتذكر نظرية فيتاغورث ماذا تقول نظرية فيتاغورث؟ تقول نظرية فيتاغورث أن مربع ضلعي القائمة يساوي مربع طول الوتر والذي أمامي الآن ضلعي القائمة هو ألف باء وجيم باء خمسة صانتي واثناش صانتي إذن أول شيء ألف جيم تربيع يساوي اثناش تربيع سائد خمسة تربيع نظرية فيتاغورث ألف جيم تربيع يساوي باستخدامك للآل الحاسبة يكون الناتج 169 إذن ألف جيم بروحة رح تكون جذر التربيع لـ 169 ويساوي 13 صانتي إذا ورث أحد الأشخاص 600 الدينار كويتي وكان هذا المبلغ يمثل 40% من الميرات فما قيمة هذا الميرات؟ تذكر عزيز الطالب نضع النسبة تساوي الجز على الكل النسبة هنا 40% إذن نضع 40 على 100 ويساوي إذن الميرات هو 600 ألف دينار وقيمة الميرات سي باستخدامك الضرب التقاطعي 40 في سين يساوي 100 ضرب 600 ألف ما هو معامل سين؟ 40 إذن نقسم كل الطرفين على 40 إذن سين تساوي باستخدامك للآلة الحاسبة يكون مليون وخمسمائة ألف دينار إذن الميرات يساوي مليون وخمسمائة ألف دينار ثانيا تزايد العدد 45 بنسبة 30% أوجد القيمة الجديدة بعد التزايد أولا نوجد مقدار التزايد نضرب النسبة في العدد إذن مقدار التزايد يساوي 30% من العدد 45 30% تمثل 3 على 100 وتكتب 3 جز من 10 ضرب 45 باستخدامك الآلة الحاسبة 13 وخمسة جز من 10 إذن القيمة الجديدة بعد التزايد تساوي نضع 45 زائد مقدار التزايد اللي هو 13 وخمسة جز من 10 ويساوي 58 وخمسة جز من 10 ننتقل الآن إلى السؤال الثاني أوجد الناتج في أبسط صورة 4 وخمس تقسيم 2 صحيح 1 جز من 10 تذكر عزيز الطالب في عملية القسمة لا بد أن يكون المسألة تكون على صورة كسر مركب في عملية القسمة إذن 4 وخمس تكتب في صورة 21 على 5 إذن 4 في 25 20 زائد 1 21 على 5 2 صحيح 1 جز من 10 أكتبها في صورة كسر مركب وتكتب 21 على 10 ثانياً نقوم بتحويل عملية القسمة إلى ضرب مع إيجاد المقلوب الضربي للكسر الذي بعد عملية القسمة إذن 21 على 5 ضرب 10 على 21 نختصر 21 مع 21 فيها الواحد وعلى الخمسة فيها الواحد والعشرة تقسيم 5 فيها 2 إذن 1 فيها 2 يساوي 2 على 1 ويساوي 2 أوجد الناتج في أبسط صورة 7 صحيح 3 على 4 ناقص 5 صحيح 1 على 8 تذكر عزيز الطالب في عملية الطرح أو عملية الجن الكسور لابد من توحيد المقامات من من ألف للأربعة والثمانية هو ثمانية إذن نوحد المقامات نضعها ثمانية إذن الأربعة أضربها فيها 2 وكذلك البص 3 فيها 2 تضرب لتوحيد المقامات إذن 7 صحيح 6 على ثمانية ناقص 5 صحيح 1 على ثمانية إذن المقامات متوحدة 6 ناقص 1 يساوي 5 وأكتب المقام مثل ما هو ثمانية و7 ناقص 5 يكون الناتج 2 فإذن الناتج 2 صحيح و5 على ثمانية حل المعادلة سين على 2 ناقص 15 تساوي 5 تذكر عزيز الطالب لحل المعادلة نضع سين في جهة وباج الأرقام في الجهة الأخرى إذن نقوم بإضافة المعكوس الجمعي للعدد سالب 15 وهو موجب 15 للطرفين إذن سين على 2 ناقص 15 زائد 15 يساوي 5 زائد 15 العدد ومعكوس الجمعي صفر إذن سين على 2 زائد صفر يساوي 5 زائد 15 20 سين على 2 يساوي 20 للتخلص من معامل سين وهو هنا نص نضرب كل من الطرفين في 2 إذن 2 ضرب سين على 2 يساوي 2 ضرب 20 نختصر 2 مع الـ 2 إذن سين تساوي 2 في 20 يساوي 40 إذن سين تساوي 40 في الشكل المثلت ألف باء جيم مثلت متطابق الضلعين أو جد قياس زاوية ألف باء جيم تذكر عزيز الطالب خواص المثلت المتطابق الضلعين الضلعين متطابقين إذن زوايا القاعدة متطابقة نشوف في المثال هذا لإيجاد قياس زاوية ألف باء جيم وهي إحدى زوايا القاعدة لابد أن يكون لدي قياس واحدة من قياسات الزوايا عندي زاوية دال ألفها 80 درجة إذن أقدر أوجد قياس زاوية باء ألف جيم وتكون 80 درجة بالتقابل بالرأس وكذلك بما أن المثلت متطابق الضلعين إذن قياس زاوية ألف باء جيم تساوي قياس زاوية ألف جيم باء بما أن مجموع قياسات زوايا المثلت تساوي 180 إذن قياس زاوية ألف باء جيم تساوي 180 أقسمها على أثنين لأن زوايا القاعدة متطابقة إذن قياس زاوية ألف باء جيم تساوي 50 درجة السؤال الثالث إذن نجح 224 طالبا في المدرسة وكانت نسبة النجاح 80% فكم عدد طلاب المدرسة تذكر عزيز الطالب النسبة تساوي الجزء على الكل إذن أكتب النسبة نفرض أن عدد طلاب المدرسة هو سيل إذن نسبة النجاح تساوي عدد الناجحين على عدد الطلاب إذن نسبة النجاح 80% تكتب 80 على 100 وتساوي عدد الناجحين 224 تقسيم سين وهو عدد طلاب المدرسة باستخدامنا للضرب التقاطعي إذن 80 ضرب سين تساوي 100 ضرب 224 نقسم كل من الطرفين على 80 إذن 224 ضرب 100 تقسيم 80 باستخدامك للآلة الحاسبة تكون الناتج 280 إذن عدد طلاب المدرسة يساوي 280 طالب مثلث رؤوسة هي ألف سالب 2 1 با 0 3 جيم 2 3 أوجد رؤوسة بعد الإزاحة تبعا للقاعدة التالية سين صاد بالإزاحة سين ناغص 3 وصاد زائد 2 ألف سالب 2 و1 صورتها بالإزاحة التبعا للقاعدة التي أمامي سالب 2 ناقص 3 و 1 زائد 2 سالب 2 ناقص 3 يعطيني سالب 5 1 زائد 2 يكون 3 با 0 و3 إذن با شرطة رح تكون 0 ناقص 3 و 3 زائد 2 0 ناقص 3 يعطيني سالب 3 و 3 زائد 2 5 جيم 2 و 3 إذن جيم شرطة 2 ناقص 3 و 3 زائد 2 2 ناقص 3 يعطيني سالب 1 و 3 زائد 2 يعطيني 5 5 أحذية 8 150 دينار أوجد معدل الوحدة ثم أوجد 8 شراء 9 أحذية من نفس النوع إذن أولا نوجد معدل الوحدة 150 دينار على 5 أحذية نقسم كل من البسط والمقام على 5 إذن 150 تقسيم 5 و 5 تقسيم 5 يساوي 30 على 1 إذن معدل الوحدة يساوي 30 دينار لكل حذاء لإيجاد 8 9 أحذية نقوم بضرب 8 الحذاء الواحد في عدد الأحذية المرادة إذن 30 في 9 يساوي 270 دينار أوجد أوجد مساحة شبه المنحرف الموضح في الشكل أدنى أمامي شبه منحرف تذكر عزيز الطالب قاعدتي شبه المنحرف 20 سانتي و32 سانتي والارتفاع 6 سانتي إذن نتذكر القانون مساحة شبه المنحرف تساوي نص مضروبة فيه القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية مضروبة في الارتفاع نعوض نص ضرب 20 زائد 32 ضرب 6 إذن نص ضرب 20 زائد 32 يعطيني 52 ضرب 6 باستخدامك للآلة الحاسبة يكون الناتج 156 سانتي متر مربع السؤال الرابع إذا كانت ألف أربع واثنين با أربع وسالب أربعة جيم صفر وسالب ثلاثة رؤوس المثلت ألف با جيم أوجد صورة كل من ألف وبا وجيم بالانعكاس في المحور الصادات ثم أرسم المثلت ألف با جيم تذكر عزيز الطالب لإيجاد انعكاس في المحور الصادي لسين وصاد إذن نثبت صاد ونغير إشارة سي إذن سين وصاد بالانعكاس في المحور الصادي تكون سالب سين وصاد إذن ألف أربعة واثنين با أربعة وسالب أربعة جيم صفر وسالب ثلاثة إذن ألف شرطة رح تصبح نعين أول الإحداثيات ألف وبا جيم ونصل ما بينهم نحصل على المثلت الآن نوجد صورة هذا المثلت ألف شرطة عبارة عن سالب أربعة واثنين با شرطة سالب أربعة وسالب أربعة جيم شرطة صفر وسالب ثلاثة نقوم بتعينهم في المستوى الإحداثي ألف شرطة وبا شرطة وجيم شرطة ونصل ما بينهم وذلك نكون قد أوجدنا صورة إنعكاس المثلت ألف با جيم حوله محور الصادات بيعت إحدى ساعات اليد بتخفيض 20% عن ثمنها الأصلي إذا كان الثمن بعد التخفيض هو 24 دينار احسب ثمنها الأصلي قبل التخفيض النسبة المئوية للثمن المدفوع تساوي 100% ناقص نسبة التخفيض 20% وتساوي 80% من ثمنها الأصلي نفرض أن سين يساوي الثمن الأصلي إذن 24 دينار تمثل 80% من الثمن الأصلي إذن سين ضرب 80% تساوي 24 نقسم كل من الطرفين على 80% إذن سين تساوي 30 إذن الثمن الأصلي يساوي 30 دينار أرسم على المستوى الإحداثي المستطيل واو سين صاد عين حيث واو صفر وصفر سين 2 صاد 2 وثلاثة عين صفر وثلاثة أوجد صورة رؤوس المستطيل بالدوران حول نقطة الأصل باتجاه دوران عقارب الساعة بزاوية قياسها 90 درجة تذكر عزيزي الطالب لإيجاد دوران أي نقطة في المستوى الإحداثي بزاوية 90 درجة باتجاه عقارب الساعة إذن سين وصاد تكون صاد وسالب سين أولا سين وصاد بالدوران 90 درجة باتجاه عقارب الساعة حول نقطة الأصل تكون الصورة صاد وسالب سين واو صفر وصفر إذن بالدوران تكون صفر وصفر أيضا سين 2 وصفر بدورانها تكون سين شرطة عبارة عن صفر وسالب 2 صاد 2 و3 صاد شرطة 3 وسالب 2 عين صفر و3 عين شرطة 3 و0 نعين النقاط في المستوى الإحداثي أولا نقوم بتعيين المستطيل واو سين صاد عين إذن هذه واو سين صاد عين هذا المستطيل لكون قد وصلنا ما بين النقاط الآن نرسم صورته بالدوران بزاوية 90 درجة باتجاعة قارب الساعة إذن هذه سين شرطة صاد شرطة عين شرطة ونصل ما بين هذه النقاط ننتقل الآن إلى الأسئلة الموضوعية أولا ضل الألف إذا كانت العبارة صحيحة وضل الباء إذا كانت العبارة خاطئة واحد إذا كان المتوسط الحسابي لخمسة قيم هو ثلاثي فإن مجموعة هذه القيم يساوي 150 تذكر عزيز الطالب المتوسط الحسابي ساوي مجموعة القيم على عددها إذن يساوي خمسة في ثلاثين ويساوي 150 إذن إجابة تكون صحيحة أثنين التعبير الجبري للعبارة ثلاثة أمثال عدد مضافا إليه خمسة هو ثلاثة سين زائد خمسة تذكر عزيز الطالب ثلاثة أمثال أي ثلاثة سين مضافا إليها أي عملية جمع زائد إذن نفرض أن العدد سين ثلاثة أمثال العدد هو ثلاثة سين مضافا إليه خمسة أي أن ثلاثة سين زائد خمسة إذن الإجابة تكون صحيحة ثلاثة القيمة المطلقة لنص زائد القيمة المطلقة لسالب نص يساوي صفر أولا نقوم بإيجاد الحل قبل اختيار الإجابة القيمة المطلقة لنص يساوي نص والقيمة المطلقة لسالب نص يساوي أيضا نص إذن نص زائد نص يساوي واحد وهو ما أعطيني الإجابة صفر إذن تكون الإجابة خاطئة ثانيا لكل بند مما يلي أربعة اختيارات واحدة فقط منها صحيحة ظل للدائرة التي تدل على الاختيار الصحيح العددين الصحيحين الذين يقع بينهما الجذر التربيعي لتسعين هو ألف تسعة وعشرة باء تلاثين وخمسة وثلاثين جيم ثمانين وتسعين دال تسعين وإمية العددان المربعان الكاملان الأقرب إلى التسعين هما واحد وثمانين وإمية إذن الجذر التربيعي للواحد وثمانين هو تسعة والجذر التربيعي للإمية هو عشرة إذن الجذر التربيعي الذي للعدد أو العددين الصحيحين الذي يقع بينهما الجذر التربيعي تسعين هو تسعة وعشرة الإجابة تكون ألف في المستوى الإحداثي النقطة السالب 3 و 5 تقع في الربع ألف الأول باء الثاني جيم الثالث دال الرابع تذكر عزيزي الطالب المستوى الإحداثي ينقسم إلى أربع أربع الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع الأول الإحداثي السيني موجب والإحداثي الصادي موجب الربع الثاني الإحداثي السيني سالب والإحداثي الصادي موجب الربع الثالث الإحداثي السيني سالب والإحداثي الصادي سالب أيضا والربع الرابع يكون الإحداثي السيني موجب والإحداثي الصادي سالب إذن النقطة سالب 3 و 5 تقع في أي ربع إذن تقع في الربع الثاني العدد 14 جزء من 100 دوري على شكل كسر في أبسط صورة يساوي سين تساوي 0 صحيح و 1414 جزء من 10 ألاف إذن نضرب كل من الطرفين في 100 إذن 100 ضرب سين تساوي 100 ضرب 0 صحيح و 1414 جزء من 10 ألاف إذن 100 سين ناقص سين تساوي 14 و 14 جزء من 10 من 100 ناقص 14 جزء من 100 إذن 99 سين تساوي 14 نقص طرفين على 99 إذن سين تساوي 14 على 99 إذن الإجابة تكون جيب مجموع قياسات زوايا الشكل الثماني هو 540 باء 720 جيم 900 دال 1080 عدد الأضلاع الشكل الثماني نون تساوي 8 مجموع قياسات زوايا الشكل الثماني تساوي نون ناقص 2 ضرب 180 نون تساوي 8 إذن 8 ناقص 2 يعطيني 6 6 ضرب 180 يساوي 1080 إذن الإجابة دال العدد الذي يمثل حلاً للمعادلة 80 ناقص 9 تساوي 15 هو ألف 1 باء 3 جيم 24 دال 3 على 4 لاختيار الإجابة نقوم بتعويض الإجابة في كل منهم في المعادلة إذن 8 ضرب 1 ناقص 9 8 ضرب 1 يعطيني 8 8 ناقص 9 يعطيني سالب 1 هل يساوي 15 إذن لا يساوي 15 إذن إجابة ألف خاطئة نأخذ الآن 20 تساوي 3 إذن 8 ضرب 3 24 24 ناقص 9 يساوي 15 إذن الإجابة الصحيحة هي باء 20 تساوي 3 أطوال الأضلاع التي تصلح أن تكون أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية هي ألف 6 ثمانية وعشرة باء ثمانية تسعة وعشرة جيم خمسة ستة سبعة دال أثنين وثلاثة وأربعة إذن نقوم في كل إجابة نأخذ الضل الأطول في الإجابة ألف الضل الأطول هو عشرة إذن عشرة تربيع يساوي أمية نقوم بتربيع العددين الثانيين ونجمعهم إذن ستة ثمانية تربيع يساوي أربعة وستين وستة تربيع يعطينا ستة وثلاثين أربعة وستين زائد ستة وثلاثين يساوي أمية إذن الإجابة الصحيحة هي ألف إذا كان ألف شرطة صورة ألف ثلاثة وسالب واحد حسب القاعدة سين زائد ثلاثة وصاد ناقص واحد فإن ألف شرطة هي ألف ستة وسالب واحد باء ستة وسالب ثلاثة جيم سالب أثنين وستة دال ستة وسالب أثنين على حسب القاعدة التي أمامي أقوم بالتعويض عن سين بثلاثة وعن صاد بسالب واحد إذن ثلاثة زائد ثلاثة يعطيني ستة وسالب واحد ناقص واحد يعطيني سالب أثنين إذن الإجابة هي دال وبذلك عزيز الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم اللي استعرضنا فيها نموذج اختبار الفترة الثنانية أتمنى أنكم قد استفدتم منها نلقاكم في حلقة قادمة مع الفصل الدراسي الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة